اشتركوا في القناة بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة دعم وحماية الفنانين وكذلك تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وقد اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير منظومة دعم وحماية الفنانين والمحاور الخاصة بشأن تحسين معاشات أعضاء النقابات الفنية والتشكيلية التي تضم كافة الفئات الإبداعية والفنية وحصر موقفهم التأميني سواء الاجتماعي أو الصحي بالإضافة إلى مقترحات إصلاح الإطار التشريعي لتحسين الضمان الاجتماعي ورعاية أعضاء تلك النقابات فضلا عن جهود توفير مصادر تمويل للمنظومة الجديدة وكذا لاستفادة من التجارب الدولية المماثلة وقد وجه السيد الرئيس بتدقيق قاعدة البانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنصيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة وذلك لشمولهم بمرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجزي وغيرها والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم خاصة ما يتعلق بالعملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم بما يساعد على تعزيز وحماية القوة النعيمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي والتي طالما مسألة إرسا متميزا لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفني والإبداع أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع أيضا محاور تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حيث وجه السيد الرئيس بموصلة جهود تطوير الهيئة لما لها من دور حيوي في تقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بما في ذلك الارتقاء بالموارد البشرية للعاملين بالهيئة وكذا استكمال الإطار التشرعي وتطوير مقرات الهيئة بالإضافة إلى تيسير الإجراءات على المؤمن عليهم وتحديث نظم المعلومات والتحول الرقمي والربط الآلي مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة اشتركوا في القناة